الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مونجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل قائلا إنه كان رجلا فاضلا من خير رجال مصر رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة وعبر صفحته رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك قال الرئيس السيسي إن الراحل كان رجلا عظيما بحق تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلق الأوقات وكان على قدر المسئولية الصعبة وأضف الرئيس السيسي أنه لم يرى من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء مترفعا عن كل المكاسب لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه هذا ونع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ببالغ الحزن والأسى المغفور له رئيس وزراء مصر السابق الدكتور شريف إسماعيل مؤكدا أنه كان رجلا وطنيا محبا لوطنه وكان نموذجا يحتذا به في العطاء وخدمة الوطن كما نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببالغ الحسن والأسى المغفور له الدكتور شريف إسماعيل مؤكدا أن الفقيدة كان عالما وطنيا مخلصا لبلده وسياسيا بارعا أدى رسالته في جميع المناصب التي تولاها وفي رئاسة الوزارة بجدارة في مرحلة دقيقة من مراحل تاريخ الوطن كما نعى مجلس الوزراء بخلص الحزن والأسى وعمق الأسى أيضا رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل مؤكدا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الراحلة بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها لافتا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الإسامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان أشهدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإجراءات التي أعلنها منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح حزمة من المبادرات والمشروعات التنموية كما ثمنت التنصيقية تلك الإجراءات التي تؤكد وعي وإدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم المنتدى للمتغيرات الدولية والتداعيات الإنسانية والاقتصادية أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن أسقطت مقاتلات من القيادة الشمالية المنتاض الصنية على ارتفاع عال قبلت ساحل ساوث كالورلاينا وأشار أيضا وزير الدفاع الأمريكي إلى أن بايدن أعطى الإذن بإسقاط المنتاض منذ الأربعاء الماضي بمجرد أن يصبح بالإمكان تنفيذ ذلك دون تعرض حياة الأمريكيين للخطر مشيرا إلى أن إسقاط المنتاض تم بالتنصيق مع الحكومة الكندية انتقدت بيكينو قرار البنتاجون بإسقاط منطاض صيني تشتبه أو تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس وتم رصده فوق أمريكا الشمالية متهمة الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ترغب أو تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنتاض المدني غير المأهولة مشددة على أنها تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية أكد رئيس الوزراء الكندية جوستن ترودو دعم بلاده لقرار الولايات المتحدة بإسقاط منطاض المراقبة الصينية الذي كان يحلق على ارتفاعات عالية وينتهك المجال الجوي الأمريكي والكندي والقانون الدولية وأكد رئيس الوزراء الكندية عبر تويتر أن كندا تدعم هذا الإجراء وأنها ستواصل مع قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية حماية المصالح المشتركة أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أنه تم إرسال أول دبابة من دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وقالت الوزيرة عبر تويتر أن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية أقلعت من هالي فاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 تصل إلى أوكرانيا مشيرة إلى أن كندا تتضامن مع أوكرانيا وستواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات اللازمة للانتصار أكد المستشار الألماني أولوف شولتس أن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني بلاديمير زلنيسكي على عدم استخدام الأسلحة التي يقدمها الغرب لكييف في شن هجمات على الأراضي الروسية وأكد شولتس أن هناك إجماعا على هذا الأمر يأتي ذلك بعدما اتخذ حلفاء أوكرانيا بخطوات جديدة في مجال الدعم العسكري بتعهدهم بمنحها دبابات ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى انطلق مهرجان الأكسر للسينما الإفريقية في دورته الثانية عشر بمعبد الأكسر تحت شعار السينما خلود الزمان وذلك بحضر عدد كبير من نجوم وصناع السينما الإفريقية من مختلف الدول هذا وأكد رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد أن المهرجان يعبر عن صناعة مهمة ويجب أن يظل الاهتمام بصناعة السينما والأفلام ودعمها حتى في ظل هذه الظروف الصعبة الاقتصادية التي يمر بها العالم انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر